موسيقى نبدأ من صحيفة الغدى الأردنية التي عنوانت طلاب أتراك ينتجون سيارة كهربائية فقد أنتج طلاب أتراك سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية بتصميم محلي أطلقوا عليها اسم ديريليش 1251 وتصميم السيارة يعود بالكامل للطلاب ويبلغ طولها 4 أمتار وتصل سرعتها إلى 110 كم في الساعة وتبلغ قوة بطاريتها 6 كيلوات اليوم السابع المصرية عنونت ذكاء اصطناعي يتنبأ بي ألزهايمر قبل الأطباء بعشر سنوات فقد طور الباحثون طريقة جديدة تعمل باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قادرة على الكشف عن مرض الأعصاب الذي يؤدي إلى فقدان الذاكرة بشكل يسبق الأطباء بما يقرب من عشرة أعوام وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي يمكن لتقنية ذكاء الاصطناعي الكشف عن العلامات المبكرة للسهايمر بدقة تصل إلى 84% وإلى صحيفة النهار اللبنانية فيسبوك يطلق تطبيقا للمحادثات المرئية الجماعية فقد أطلق فيسبوك تطبيقا جديدا للمحادثات المرئية الجماعية تحت اسم بومفير ويتوفر التطبيق في الوقت الحالي فقط لمستخدمي أجهزة أبل في الدانيمارك وتشير الأنباء إلى أن التطبيق المنتظر لا تتوقف مزاياه فقط على أن يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات متعددة الأطراف ولكنه يتيح أيضا استخدام تأثيرات تشبه تأثيرات تطبيق سناب شات صحيفة القبس الكويتية آلاف اليوروهات تسد دورات المياه في جينيف فقد قال مكتب الادعاء العام في جينيف أن عشرات الآلاف من اليوروهات تسببت في انسداد مراحيض أحد بنوك العاصمة كما تعطلت أيضا مراحيض في ثلاثة مطاعم في المنطقة المجاورة وقد بدأ الادعاء تحقيقا في تلك الأوراق النقدية غير العادية التي ظهرت في جينيف وإلى صحيفة البيان الإماراتية قيادة السيارات تؤثر على مستوى الذكاء فقد حذرت دراسة حديثة من أن قيادة السيارة مدة تزيد على ساعتين يوميا تؤدي إلى انخفاض مستوى الذكاء وأرجعت الدراسة ذلك إلى أن العقل قد يكون غير نشط خلال ساعات القيادة حيث يتولى القيادة نظام ردود الأفعال وفضلا عن أن الإدراك العقلي يتأثر بالعوامل الخارجية التي تصاحب عملية القيادة مثل الإجهاد الجسدي والضوضاء والتلوث الناتجي من عوادم السيارات اشتركوا في القناة